وما زلنا بنتكلم عن الابتلاءات المختلفة اللي ذكرت فيه القرآن الكريم وزي ما قلت في المقدمة النهاردة هنتكلم عن نبي من نوع خاص آسى وعاش ابتلاءات كتير مع قومة تعالوا نتعرف عليه أكتر مع فضيلة الشيخ دكتور أحمد ممدوح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية سلام عليكم يا مولان عليكم السلام ورحمة الله وبركاته مين النبي عليه السلام اللي احنا نتكلم عنه النهاردة وإيه كان ابتلاءه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا ورسول الله على آله وصحبه ومن ولا احنا اليوم هنتكلم عن نبي هذا النبي هو أول نبي جاء بعد سيدنا نوح عليه السلام وهو نبي الله هود سيدنا هود أحد الأنبياء الكرام الذين تكرر ذكرهم في القرآن الكريم حتى وصل عدد ذكرهم في القرآن الكريم إلى سبع مرات تقريبا بل وهناك سورة في سورة متفرقة طبعا في الأعراف وفي غيرها بل هناك سورة مخصوصة باسمه في سورة هود نبي الله هود جاء في مكان بالقرب من يعني في جنوب اليمن هو الآن في جنوب اليمن بالقدر بالقرب من حضرموت وهو بالمناسبة يعني معظم الأنبياء لا نعرف أماكن قبرهم إلا النبي عليه الصلاة والسلام هو المكان موضع جسده الشريف مقطوع به كمان مش مجرد معروف على سبيل الظنة ولكن عامة الأنبياء والمرسلين لا نعرف موضع دفنه إلا في الإجمال يعني يقال مثلا أن حجر إبراهيم مكان دفن بعض الأنبياء يقال أن المسجد الخيف دفن فيه سبعين نبيا فيه المسجد الخيف؟ مسجد الخيف في ناحية في مينة وانت في مينة لا أمن مرتك في مسجد الخيف هناك أول ما تخش منها المفروض بتصلي فيه ركايتين وكده فموجود فدوفن فيه سبعين نبي مسجد الخيف ده في المرويات لكن نبي الله هود قبره معروف إلى الآن وموجود في اليمن بالقرب من حضرموت ويوزار سنويا في زيارة معروفة عند إخواننا اليمنين اسمها زيارة النبي يهود والمؤرخين القدامة ذكروا هذا وما كان قبره ثابت الذي حدث مع نبي الله يهود هو الذي حدث مع سيدنا نوح عليهما السلام سيدنا نوح أول نبي جاء بعد سيدنا آدم الرسالة التوحيدية التي جاء بها آدم رفضوا اللي حواليه انتناست مع الوقت سيدنا آدم محدش رفض اتناست وبدأوا يجيبوا ناس صالحين ويوقروهم والتوقير زاد وعدين اعتقدوا فيه متصرف في الكون من دون الله وعبدوهم وبعدين حصل لهم العقاب المعروف اللي اتكلمنا عنه بعده بمدة طويلة جاء سيدنا هود حصل ما بين هود نوح وما بين هود نفس اللي حصل ما بين آدم وما بين نوح الرسالة التوحيدية ايضا اتناست ويبدو ان احيانا القوة اذا لم يصحبها ايمان وتعلق بالله بتبقى فتنة لصاحبها قوم عاد دول ربنا سبحانه وتعالى اعطاهم بسطة في الجسم قوم عاد اللي هو قوم عاد دول مين هم القوم الذين ارسل فيهم سيدنا هود وهم اصلا من سلالة سيدنا نوح هم كانوا من المؤمنين اللي نجوا اباهم بقى مع اباهم اباهم اه فكانوا مؤمنين اباهم لكن ابناءهم واحفادهم هم دول بين هود وبين نوح حسب التاريخ قرون اه يبقى الاحفاد الاحفاد هم اللي كفروا ايوة يعني ما انا بقول لحضر عليك مع الوقت الموضوع بتده يتنسي نعم قرنين 3 اربعة الله اعلم بس يعني ايه في عدد معين من الزمن كبير اه جعلت دعوة تناسى والناس دوزين بقول لحضر عليك ربنا اداهم عدة اشياء رقم واحد قوة بدنية هائلة ثانيا بصل في الجسم كانوا طوال القامة ثالثا اه تقدم عمراني وحضاري شديد ايه رم ذات العماد اه يقال ان هم كانوا يعني بيبنوا مباني ضخمة هائلة لمجرد بس اثبات الذات واثبات يعني القدرة والقوة بدون حاجة الى ذلك سائدنا هود جاء في هؤلاء القوم وكان منهم يعني ما كانش غريبة عنهم كان منهم يعني ايه يعني كان من عملاق زيهم كان زيهم يعني مش مختلف عنهم لانه من هؤلاء القوم انا اصد لما ربنا سبحانه وتعالى قال وإلى عادن اخاهم هودا فعبر ان هو اخاهم وإلى عادن اخاهم هودا قال يا قوم اعبودوا الله ما لكم من اله غيره أفلا تتقون وفي آية أخرى وإلى عادن اخاهم هودا قال يا قوم اعبودوا الله ما لكم من اله غيره إن أنتم إلا مفترون فجه دعاهم إلى التوحيد ربنا عبر عن هود انه اخاهم الاخوة قد تكون اخوة في النسب وقد تكون اخوة في الدين وقد تكون اخوة في الانسانية نعم فهو اخاهم هود يعني واحد منهم انسان زي وزيهم منكم من بينكم من بيوتكم من أهليكم ما هواش حتى غريب عنكم ما هواش مختلف عنكم عشان ده يبقى أدعى لأن انتم تقبلوا دعوتكم وتصدقوا إيه اللي حصل هو السيناريو المتكرر الإبليسي اللي بيحصل من الأقوام للأنبياء والمصلحين اللي ربنا سبحانه وتعالى بيختارهم علشان يوصلوا لهم كلمة الله مين اللي برز وخاف على السجادة اللي تحت رجلين الأقوياء وأصحاب السلطة والنفوذ الأقوياء وأصحاب السلطة والنفوذ دايما بيبقوا خايفين إن ييجي النبي من دول فالناس تتبعوا فسلطتنا على الناس تضعف أو إحنا إزاي هنبقى النهاردة متبوعين بكرا نبقى تابعين بقى النهاردة بقى مروبانها والناس تسمع كلامي بكرا بقى أنا تابع لهذا أو ذاك لا إزاي وأنا قلت لحضرتك قبل كده في حلقة من حلقات إن الشهوات متعددة ما فيه شهوة المال وشهوة الجاه وشهوة الرياسة وشهوة النساء وشهوة الأولاد شهوات كتير جدا جدا والإنسان في طريقه إلى الله يستطيع أنه يحاول أنه يتخلص من سيطرة الشهوات دي عليه لكن فيه شهوة بيتأخر خروجها من القلب جدا اللي عظيم تمكنها من القلب الشهوة دي أعظم من شهوة المال وأعظم من شهوة الستات وأعظم من كل الشهوات يا شهوة السلطة على الناس والتريس عليهم فقالوا آخر ما يخرجه من قلوب الصديقين حب الرئاسة الرئاسة يعني أنه يبقى رئيس على الناس قائد ويأمر وينهى والناس تتبعوا ويبقى كده أيقونة ده من الأطفال فيه طفل دايما هو اللي عايز يبقى يتريس ما فيه مشكلة لما تبقى في حدود الإيمان شخصية قيادية لكن لما يبقى شهوة احنا ما بنقولش للناس اتركوا الطموح ان انتوا تحاولوا التوارم من نفسكم واني عندك شخصية قيادية دي حكات محمودة احنا بنقول ان لما تتحول حب ركوب الناس ده واني انت تبقى متبوع ووراق ديل من الناس بيتتبعوك ويأتمروا بأمرك إلى شهوة مسيطرة عليك من أجلها ترفض الحق ومن أجلها ترتكب الموبقات ومن أجلها تبقى شهوة عظيمة يقال انها آخر ما يخرج من قلوب الصديقين مش الناس العاديين الناس اللي بلغوا مرتبة الصديقين قال الملأ الذين كفروا من قومه ان راك إلا في سفاه وان ظنك إلا من الكاذبين اتهموتهم متين بشعين ان انت رجل سفيه العقل يعني ما انتش حكيم وتجيب آراء مخرفة المخرفين بيتهموا النبي الذي جاء بالتوحيد بالخرف والسفاهة ومش بس كده ده انت كمان شكلك انك بتجذب علينا في اللي انت بتقوله يعني انت سفيه وكذاب تهموا النبي يهود بهذا قال يا قومي ليس بيه سفاهة شوفي بقى الحكمة في الرد ما شتمهمش ما ضربهمش ما عملش لا ده خابل خشونتهم وتسافهم بلين وبالحجة قال يا قومي ليس بيه سفاهة ولكني رسول من رب العالمين ابلغكم رسالاتي ربي وانا لكم ناصح امين انا كل ما في الامر انا جاي انصحكم وابلغكم اللي ربنا قال لي عليه وانا ما بأمركوش بحاجة بطالة وانا بأمركم بشيء من المنكرات انا غاية الامر ان انا بقول لكم شغلوا عقلكم الاصنام التي لا تعقل ولا تعي اللي انتم بتتوجهوا اليها بالعبادة وبتعتقدوا فيها التصرف من دون الله دي مش هي اللي تستحق هذا اللي يستحق العبادة ربنا سبحانه وتعالى اللي خلقكم وداكم ووسع عليكم شغلوا علوكم شوي مولانا انا عايزة قبل ما نكمل القصة عايزة بس اسأل حارتك في حاجة يعني سؤال خطر على بالبقات هو كل الاقوام اللي ذكرت في القرآن الكريم او اللي احنا نسمع عنها كلها كانوا بيعبدوا الها اخر لكن ما فيش اقوام كانت بتقول ما فيش ربنا اصلا ولا هنعبد ربنا ولا هنعبد اي حاجة حتى لو اصنام فيه ناس قالوا وما هيوريكونا الا الظهر ذكروا في القرآن الكريم ايوة نعم فكان فيه بس عامة في الواحد دلوقتي بيسمع بالفكر ده فبيتخض يعني يقول احنا طوله يعني انا وانا بتدبر في القرآن بلاقي دايما ايه عبادات اصنام عبادات الناس بس الانسان بطبعه عايز يعبد اليه